وحول المشروع القومي لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح أكد الرئيس السيسي أن مشروع زيادة تصوى مع تخزين القمح ساهم في توفير 5.5 مليون تن دون فقد وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة لديها مخزون للقمح يكفي 4 أشهر أكلم على أحد المشروعات البسيطة جدا يمكن ما يحدش يتوقف قدامها مثلا مشروع قومي لزيادة حجم قدرتنا على تخزين القمح في الصامع الذي تصل إلى 5.5 مليون تن قمح كان الموجود عندنا أقل من تلت الرقم هذا كان يعمل إيه عشان بس نستبقى متصورة معنا اه نحن نضعنا فلوس كتير في الموضوع دون صحيح لكن نحن لقلينا أن نحن تمن الذي يفقد سنويا حوالي 20% من تدولنا للقمح فلو شئتم أن تقولوا أن نحن نتدول ما يقرب من يعني سنقول أن نستهلك تقريبا 17-18 مليون تن قمح سنقول أن التدول تتدول 15 مليون 10 مليون 20% أو 25% اللي نتكلم عليهم ما يقرب من 2 مليون تن قمح ما يقرب من 2 مليون تن قمح تمانهم كام يفقدوا كيف نتيجة أننا كنا نسابينهم أو نسابهم يعني في شوان مكشوفة ومخازن مفتوحة وبالتالي كانوا يتعرضوا للقوارد والحشرات وحاجات أخرى هنا قلت الكلام ده قبل كده لما عملناهم عملناهم النهاردة نحن موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي أربع شهور